وتحديداً انتحاد الكرة النهاردة بيشكر الكافة ويطالب بالعدالة التحكمية وانبارح شوفنا أن المنتخم مصر كان ليه حوالي على الأقل ضربتين جزاء ما حسبهمش الحكم حكم المباراة فانتحاد الكرة يعني بعد خطاب للاتحاد الأفريقي وشكروا على المباراة ومستوى بتاع التصفيات وكل هذه الأمور الطبيعية لكن طلب يعني أن يكون فيه مراقبة بشكل أكبر على الحكام لأن الأخطاء دي ممكن تؤثر تؤثر طبعاً بشكل أو بآخر على مشوار المنتخب تصفيات ونحن عارفين المرحلة دي ما فيهش فار حتى بصراحة لما بيبقى فيه وجود فار الأخطاء التحكمية موجودة في أفريقيا لازم نشوف حتى الآن ما فيش أي حلول مناسبة لحكام الأفريق يعني داخل القرى لكن نتمنى يعني بعثة المنتخب الوطني كمان هتغادر إلا توجع وغادرت خلاص ظهر اليوم إن شاء الله يفصلوا بالسلامة ونتمنى أن هم يرجعوا بثلاث نقاط جدد في مشوارهم وكمان عايز أطمن جمهور المنتخب مصر على سلبية مسحة المنتخب اللي اتعملت بعد المباراة كل سليم الحمد لله محمد هاني خرج بر حسابات المنتخب وما سفرش هتكلم في تفصيل محمد هاني بعد الفوصل وكمان عمرو السلية غادر بسبب الإقاف لأنه خاد الإنزار تاني في مباراة الأمس طيب ده فيما أتعلق بمنتخب مصر وبعض الملحظات المهمة جداً اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم بعد الفوصل عندي كلام مهمة قوي وأمور بتتعلق بالنادي الأهلي واستعداداته خلال مرحلها الحالية وأحاديث مفصلة عن بعض اللعبين سواء محمد هاني والتفصيل الخاصة بإصابته عمرو السلية وكمان مروان محسن كل ده حيكون بعد الفوصل استنوا